مساء الخير من القناة الثانية دوزام هذه المرة على بركة الله حصة جديدة مع الرمضاني يشكون مع الرمضاني في هذه الأمسية هو ذاكرة كرة القدم المغربية صوته يؤرخ لانتصارات وانكسارات خلق علمه الخاص فأسماه العالم الرياضي اليوم سنعود معه قليلا إلى الماضي وسنسأله عن حاضر أسود الأطلس الإعلامي سعيد زادوق مع الرمضاني سعيد زادوق مرحبا بك مع الرمضاني مبارك الله فيك سيردوان فرصة سعيدة هذه أين أسعد الصراحة الصراحة النبرة دي لصوتك كنت سمعها من غير ما تبدلاش كنت سمعها كنت جيب لي التبوريشة كنت فكر رئيسة الله هذا هوني أختي يسوي لك على شمال السبب؟ الله يمعت كنت فكر واحد المشهد كنت مكمش في دار نفتة فوقات مغطي البرد والتلج والغيس في الساو ثمانيين يمكن لك الشي على شباقي ذك لك التبوريشة كنت جي وقال لي لدي القرايا لحد بالليل غدا هنقراه كنت نصهركم شوية الله وكتخوفونا كنا عرفو الكنين غدا المعلي ما يسلخنا شي شوية يمكن لي ظروف قاهرة ما كاش عندنا الرغبة أننا نخليه والناس يصهروا ولكن الظروف التقنية في ذاك الوقت كانت حتى معليك أنك تتأخر حتى العشرة وصول الحظة في الدنيا طيب سيسا يزادوك أسلوبك في التعليق على المباريات وتقديم البرامج الرئيارية خصوصا التعليق مغربي قوح بصمة مغربية مغربي تبين فيه ما فيكش تزواق ما عمرك تقلب تتقلد شي حد شي حد وجهك ولا من اللي بديتي في المجال بديتي مفسك بديك الطريقة بديك الصيغة لا أولا ما ننسوش بأنه التعليق الرياضي خاصا باللغة العربية أو بالعربية الدريجة أو بحتل الهجاة المحلية من أي دولة لم يكن متاح نحن لدي شكل متحدنا الأصوات المعلقين المغاربة عن طريق الراديو في أغلب الحالات المرحوح الحمد الغربي و الحسي الحيني وهو اللي ترتبط تقريبا بالتليفزيون خاص بالمقابلة ذات الفريق الوطني حيث كانوا مبارئتي نزلوا في التليفزيون كان الفريق الوطني وكانت تعليق الذي يأتينا عن طريق الأوروفيزيون ذات المبارئة الدولية التي يأتي فيها التعليق الفرنسي أو التعليق السويسري يعني ما هو لدينا شي نحن طريق التي سأتغل yeah كانت طريقة فقط ذات المعلقين الذين أقدم كامل الحلو شريبي كثيرا تسمعوا منهم من بعد يعني بعد سعود وسبعين رأسنا أنا وزاميري محمد الحمر في واجهة التعليق تنشهدوا على حساب المعرفة دينا ويمكن تسمعوا التعليق الفرنسي وتنحاولوا أننا يمكن هم بالفرنسي ونقلبوه بالعربية وما تنقول العربية يعني العربية المبسطة الدارجة أهلا كيف فهمها كل شيء معلوم لأنه تتخاطب الجامعة خاصة لما تتعلق الأمر بالفريق الوطني نحن دينا بالفريق الوطني بل البطولة ما كنت نقل والتعليق على الفريق الوطني عنده خصوصية آه خصوصية أنا اسمح ليس سيسا إذا دوق نسولك من اللي كنت تدير المهمة ديالك في التعليق كتحس بنفسك خدام ولا غدي في مهمة وطنية لا في مهمة وطنية التعليق دي الفريق الوطني يحسس خاص يحسس خاص يقدم يكتب أن تجرد ما كيش تجرد عن شيء معلق في العالم خود غير موجود يعني حتى ولو أنه معلق في دولة تشوفوا التعليق الآن غير فرنسا فرنسا يعني اللي تنفهموا اللغة ديالها أو أين كان لما تكون الحكم مثلا خطأ لصالحهم تعطيه واحد تأويل اللي تبرر يعني ذاك الخطأ ماشي يقول لا ماشي معقول لا والحكم تحيز لينا أو دارينا لا التعليق على الفريق الوطني خاص يكون تتعلق بموضوعية وتعلق بقلبك حيث إحساس أنا قلتك الفريق الوطني ما تتعلق شيء للمحبين بكرة القدم المحب بكرة القدم ممكن يعطبك لا ما قلتش حقيقة ولكن أنا تعلق في الفريق الوطني تعلق للمغاربة كاملين يمكن الفريق الوطني يخسر وأتلقى واحد المرأة كبيرة تفرجت تقول لك أولدي مساكل ما عنده مظهر أنت كانت عندك المهمة لتنقل هذا الإحساس أو تخلق هذا الإحساس تخاطب جميع المساويات حتى لو تنتقد أنت تنتقد بواحد الأسلوب اللي غيفهموه الرياضيين حيث ما خص شيء تنكد على الجمهور كامل أنا تقول الفريق الوطني إلي عندنا 30 مليون تتفرج أو 15 خاصك تمشي بعدك 15 كل واحد في الاتجاه دياله الساعة كنتم صاحبين مع اللعبة لا يمكننا أن نرى فورا غالثين مع الشيين الظروف أولاً كانت تسالف تنصفرهم مع الفريق وطاني إحنا واحد ولا جوج تنصفرهم مع الفريق 30 و40 الأمور تغيرت وتتبشي مع البيعتها وتقسم معه في فوندق وطلع معه في المئة ويعني يركي جزء من الفريق هما تيلعبوا ومتا تتعلق يعني تقريباً أنه تنتكامله ولكن لا يعني بأنه وحد يدخل في الأخر ولا تبت أنه وهادوك اللعبة وشين هارجوا عني قلوا يقول لا كشتي وقلت أبداً نهائياً ولا عمرني هدرت مع شي واحد في اللعب فوق ديال لما تنكون تنكون لما تنكون مجموعين كل حاجة وقتها كل حاجة وقتها طيب هذا المصار كله سي ساعة تزادو قربعة العقود تقريباً ومع ذلك بدتي هذه المهنة بالصدفة أنا أريد أن أسمع منك كيف أجدخلتي لمجال التعليق الرياضي أو الإعلان الرياضي بشكل هي العملية شوية طويلة تأخذنا كثير من الحلقة ولكن أختصار هو غير هي عن طريق صدفة صدفة هو التعليق عن طريق أنا بنتبالية عن طريق صدفة وأدين السلحوسين الحياني بهذا الشيء دي وصلت أنا حيث هو اللي حتظني لأنه كنت أندرس بقي أندرس بقي ما يعني بصراح العبار قريباً إلى قرتي الصباح أخدم في العشية صافي إلى خدمتي في العشية إلى قرتي الصباح العكس المهم العكس وبدأ المصار وبدأ المصار غير وبدأ غير شاف حالته أنا وستي محمد الحمر في مواجهة الانتقادات عندك تضر بأن نحن بدينا كانوا تيقول ناركم معلقين كبار معلقين فشلين أكيد اسمعتوا الحضرة أكيد وفي الوقت الذي كانت يعني شوف هذا ما نفعناه بينه بينك حيث سيقوم بعض الأمور بحل الكوائر التي كنت يمشي للفريق الوطني أنت حسب أنت وصل أنت حدثت درسه لديك في التليفين بأنك وصلت ولكن هذا كتاب لك ممكن ونرتعيد تطلق الجهد يعني إذا كانت انتقاداتك كنت نفع في تقوية المعسا تكون شوية فيها واحد شوية للحدة ولكن بالجهاد والخدمة الإنسانية يقدر يتوفق حيث البناء الصحفي في سمر سيني طويلة والسقوط في رمشة عين ضغية ضغية في رمشة عين طيب سي ساعد زادوق أنت شاهد زمك شاهد على عصر دي الكورة المغربية عايشتي بزاف دي المراحل اللي كانوا فيها نقاشات على المنتخب على المستوى المنتخب ومستوى دي الكورة ولكن يمكن كان شبه إجماع لأنه ما زال ما قدرنا الشي نهار تكون عندنا كورة قدم حقيقية علاج في نظارك شوف التطور دي الكورة يعني عندو يدفاد شي هذا حيث في السابق كان الفارق الوطني ما كانش هناك المفوضات علاج حال غانا أخذو ولاجحال عدنا اللعاب مسكن يعني لاعبين تلاعبو كلها عندو خدمت الخدمة ديالون ناس رام هوات يعني كان الفرقة مثلا خدمتش لعب تيكون أقصى ما يمكن الدار يعني مقابل ذاك العمل اللي قوله تعطيه أضعاف مضاعفة وتيبقى ذاك التعويضات اللي هي ديال 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 المباريات هي اللي كاينة واللي تعطفو على الفراق تتعرف بأنه يمكن يجي واحد يعطف على واحد الفريق يعطيهم شي حاجة هالشي اللي كان الآن تغيرات الأمور اللي غي يمكن يحرك الفريق الوطني ما هو شي فلوس لعاب الرسل في المناير عنده الفلوس إذن الآن التأطير والإحساس بأنه تلعب الفريق الوطني ما عنده علاقة بتلعب الفريق ديالي هذه أنا في مهمة ما هي الهدف منها الفلوس وهذا هو اللي يحسب للعابة التي يجي والآن لأنه كيف ما كان الحال ما غي يجي بش فلوس وصمال هاد الحالة اللي هي أنه يجي ويجي يزغطون يدافع للبلاد ماشي بش يبني أنه لاعب في المستخدم الزق القراءة كالتي خاصة نعرف واحد قضية هاد نحن ننتقلنا بسرعة وصلنا نقصنا المراحيل وصلنا لأن هاد المرحلة ندف 2021 هاد هاد لاعبين الأغلبية ديالهم لما كلهم بستة محسوبين تزاد في أوروبا بتقافة أوروبية يعني تتشوفوا بأنه لما تتسايل مقابلة في أوروبا وتخسر بتلتة صفر تيبشي عن الجمهور والجمهور يصفق عليه ويصفق عليه عادية نحن هنا لا يمكن تجدين القضية يقصك لما تخسر نحن رأسك وابط حالت هاد 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 يعرفون الفريق الوطني ويقوم بسبب المباراة لعب مباراة وهذه المباراة خرجها هاد عادية يمكن يتلقى في الفريق الخصم يتلقى واحد كولي بالي أو شي وحد تلعب معه ويقوم ويضر معه عادي نحن نتبقى نحن نتبقى نحن نتبقى هذا وهذا تضحك هاد هالشي عادي يمكن الآن يعني بالتأطير ولو تشعره بالفعل بأنهم الميجون الفريق الوطني يجب أن يكون واحد من تعامل خاص تعامل خاص مع اللعب ولكن غير في الإحساس بين 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 هل يتشرق المي هل يتفرش شعره يمكن هدو عندهم تلعب طريقة أخرى لا يعني أنهم مغاربون لعبون لا يعني لعبون متكبين أبدا ولكن يتربى في هذا هذا من مليكة عنده خمس سنين تعرف بأنه مباراة في ربح حصن ومتع طيب سي سعيد أنا واحد جوج الماتشات المغريب لم تفرش فيهم لقيت الفرقات في ثلاث أسماء جديدة لا أعرف أسماء التي كنت أحفظ لم تبقيت شيء طبيعي أو المدرب الحالي وحيد يجرب وصفة يجرب فينا شيء أخر في نظار قراءتك كانت مولحظة عن المدرب على أنه جاب مجموعة من اللاعبين وننسى أنه عندما يكون لعبين في الخارج وكل مرة تقرأ في الموقع أو في الجاذب أنه لعب مغريبي لبنايا كان وحيد من الضغط وحيد تسمع تلعب مع إسباني أو مع هولاد يقول أنتم سمعت فلدكم إذن نقول في لحظة أنه سمعت لها يجب قبل نمشي مسألة عادية كلما الإختيار تصعب على المدري بالقواح التوليفة تصعب والأكثر من هذا هذا كل لعبين بعدما تيجي تيبلوا بأنه اللي سيجي سيلعب أرطانسيو ورخص واحد من التوازن المدري تيب عن التوازن فارق لأنه سيجيب واحد 11 لعبهم والخرين سيجيب وعيد طني سيجيب ولكن هذا الاحتراف الذي عندهم في الفراقي قبل يتنقل للفريق الوطني ويجعل الفريق الوطني ووحد اللاعب وقال يمكن تجي نوبا لأنه لعبين حيث بعد نوبة يمكن لك تجرب وبعد نوبة يمكن لك تجي بالعب تلعب مباراة يبلك لعب زيانة يمكن تلعب ربعاة مباراة يبلك زيانة أنا صراحة وحت هذه اللعابة لهذا مي لوزا شاعر يعني حيث اللعاب لما تشد لكورة لا تفكر كيف كوير ولا ما تشكر تحس بأنه عنده إمكانيات يمكن نسوك المباراة نسوك في شي اللي كنت نجرب ه ولكن إذا سمحت نتقل نحن المرحلة الاستقرار النسبية مع رونار ودخلنا في مرحلة التجربة حيث رونار كتب بنيات الفرقة دياله على واحد الربعة ديال الركائز لما تتمشي تخصك اللي غادي يخلف الخلف الخلف اللي كي دابه هو رومانسيس رومانسيس هو أقدمهم وكي معاه هذا أمر ربط هذا لما غادي تجيبهم أكيد بأنه الغياب ديال اللاعبين الأساسيين غادي أطرح تلعب اللاعب اللي كانوا معهم بمعنى أنه تلك توريف اللي كانت عند اللاعبين اللي بقوا هنا يوم لما تمشوا العناصير الأساسية ديالهم ما تبقاش يعني ما تبقاش ذاك الانسجام اللي كان عنده في يمتغونها الآن بحثنا على لائبين ويمكن خذلنا شوية ديال الوقت إنما تيظهر لي هذي في طريق صحيح تيظهر لي أنا صراحة متفائل لأنه تلاعبين عندهم شي حاجات اللي ما حيث اللاعب ديال الفانق الواطن يخصوا تكون عندهم شي حاجة ما عنش أخرين وهذا يمتوفر فيهم هذا الشر عندهم إمكانيات وانا ما تقول واحد الكلام تكون تنآمن به يمكن نغلط إلا نغلط في كل شي آها لش في نغلط فيه حسابيا كلي كيدفع للمدرب الحالي لأنه ضمن تأهل الكان على مقربة من تأهل المنظير بقي ديماتش باراج ولكن في نفس الوقت كلي يقول هذا منتخب ضعيف ومش إحنا اللي قويين الخصوم دينا اللي قويين وخلونا كنربحوك ثلاثة وبربعة وبجوج شنو ساعد زادوك يقول أن اللي غدا نقول القراءة في هذا المب هذا تنشد ذاك الأشرا دا المجموعات اللي عندنا الإقصائية كاس إفريقيا وتنحط هم وتنشوف لتأجلهم بستناء المجموعة اللي فيها الكاميرو تظهر لي بأن المجموعات كلهم فيهم فارق قوي يعني الفارق كبيرة وفارقين الضعاف وبالرغم من ذلك كاللي تيري ربح بواحد الصيفة رجل الصيفة بستناء السيني قال إذا ربحنا بحالهم إذن هما لم يمع الضعاف وانتصروا مول واحد الصيفة رجل واحد إحنا انتصرنا بحصاص اللي هي مقبولة كاللي غايقول لعبنا في المغرب ما كنتموش المستوى ماشي مستوى ديال الفراقي ماشي غينية ما يمكنش نقول غينية ماشي مستوى كبير واش اللي عنده فارق لعبتي في ليفربول ولعبتي في ليسروم ولعبتي في ياريال واحد في لوكوموتيف ديال موسكو واحد في يونج موس وقيل ديال 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 سويسرا واش هذا فارق عادي الغيني ماشي عاديين أنا الأداء ما تحكم على أداء مع الأداء ديالك تيرتافع لما تتلقى مع شي وحد قوة ماشي يمكن مناسب لك ولا قوة منك لأنه مبارا في كورا القادم خسجوج خسجوجي الفراقي ما تلعجب وحديك خاصة لما تتشجي الهدف الأول الهدف الثاني أكيد لي ما يعجبوش الكلام ولكن لي ما تشارط الفريق الوطني مه وما تصور أنه الفريق الوطني المغربي بهذا المساوى النهار الذي سنلعبه مع نجري سنكون بهذا المساوى إلا ما نلعبوش سنكون أفضل كتوقع عندنا الإمكانيات أن نكون أفضل وضروري مفروض طيب أساسا إذا سمحتك بمأن نتكلم عن الناخب الوطني والشخصية دياله بزاف الناس انتقدوه بسبب تعامله مع نجوم الصف الأول حكم زياش مع ناصر مزراوي مع أمين حاريث مع الحمد الله متافق أن هذا عناصر لا تكون في المنتخب الوطني لا كل حيد هم الفريق الوطني لا أعرف شيء في النقاش السبب لأنني لا أعرف ما السبب الحقيقي السبب الذي لدي أنا هو تصريح المدرب تقول بأن أنا لاعب أرفض هذا اللعب بيناتهم لا تسكتوش واللعب بيناتهم كله بنجوم إلا كان المزراوي وحاكم زياش تيبل بأن هو نجم صحيح ولكن إحتى اللعب الخرى بنجوم إلا ستقول أنت تلعب وقت ما بغيتي وما تلعب وقت ما بغيتي هذا موضوع آخر إلا سنقبل بهذا الوضع أنا لا أقول أن هنا عنده الحق ولكن هذه القضية تضلي بأنها تكون صعبة هل لا خسارة أن دوك اللاعب أكيد أنا مازل الآن تقول بأنه ممكن ممكن نستعمل جميل أسلحة دينا الآن الفريق الوطني تنقل قوة لأن تخيل معي بأن الفريق الوطني الآن تدر الصيف والصيف وتعد النا ستبقي قوة في جانب حاكم المجيس والمزراوي الآن هذا جانب الذي نحن يعلم لأنه الفريق المشكل 14 هدف وقيلة يعني إصلاح دات بين اللاعبين والمنتخب سيكون شيء إيجابي بغيت أن هذه القضية تكون لماذا حيث نحن عينا في ما نكون لدي شي كأس إفريقيا إلا يتخلق لنا مشكل بغيت بغيت نمشي لكأس إفريقيا وإحنا متحد لأنه نجول اللي وصلني من الفريق الواطن لهم واحد للنشجاب كبير بين اللاعبين لا يوجد بينا حاليا لا يوجد بينا مشكل نهائيا بغيت نمشي الكأس إفريقيا بدون مشاكل عندنا الحوافز وعندنا اللاعبين بحس إلا قدر الله ومجم من شيء إفريقيا في نظرك الجامعة ستدخل في هذه النقطة لأنه كالنقاش يقول لا المدرب عنده كامل الصلاحيات ومخصو يخضع لا لجامعة ولا لرئيس وكالك يقول لا مسؤولية الجامعة أن ندخل في مثل الحالات وكان سوابق رونارم عزياش دخل أنا ذاك رئيس الجامعة وهل تظن بأن رئيس الجامعة عنده إحساس آخر غير إحساس ديال الجمهور ما عرفت في حقيقة وعشق لكورة القدم وعشق الفريق الوطني وعرف ما يحتاج للفريق الوطني يعني سيشوف بديم مصلاحة علش أن هاللعبين لجبتون ندامج والقناء أنا تنقول تنتخيل أنه ممكن تصلحوا هذا الوضع هذا ونشيوا بالفريق لأنه ليس شي حاجة اللي سنردوها أن واحد قال ما بغيش اللعب يمكن كان شي كلام شي طالع أو هابط الحمد لله سهلت وقته في المنتخب أشوف في ظهرني الأمور لما طوالت طوالت صعيب أن نجد هذا الملف لأنه الحمد لله يمكن أنا العتاب اللي عندي عليه وأنه قال له خلاف يعني عرض الخلاف ديلك حيث تنذكر معك على شي اللي عارف أنا سمعت بأنه زحواج ومشا هي اللي شوية أنت من زحواج ممشي لأنك مقلق على فلان خرج من تجمو الفريق الوطني ومقبول لش كان ممشي عمد رئيس الجامعة معادي لقدر هاتش هاتش وليش كالأخر أنا أتحدث على ذلك شي اللي معروف اللي عارف أه مشي عن هذا الخلاف ديالي على المسؤولة وديها ما أنا حسيت بشي حاجة أو شي حاجة بهذا شكلها كوي وتوضح حني بعد نوبات كيش أمور اللي بجو كلمة تتصلح هاتش كلمة تتنقل ومشي تتكبر الأمور الحمد الله من العاب اللي مزيانين وكان عزيز علينا أنا كنت تقول لهم هذا هو فارس يعني ديال ديال المستقبل أه طورات الأمور في منحة آخر طيب لو نريد المقارنة بين منتخب رونار ومنتخب وحيد خليل بالنسبة للجمهور بقي الآن عنده المتخب ديال غونار هو المرجع هو المرجع ليش أولا مشى الكأس مشى الكأس العالم ودار مقابلات اللي هي خاصة ديال إسبانيا ولعبوه الدلالي بوحد الحماس كبير إذن أنت يبقى لك دائما الصورة ديال أحسن هذي هذي الصورة مرجعية هي الصورة ديال أحسن المقابلات التي إذن بقى إسبانيا بين عينينا الآن الفريق الوطني تقلبوا على الصورة المرجعية فين هي مع القواش فين قواش تقولوا هاد لما تنشوف تكسور المرجعية في هاد المقابلات الغينية ولكن وتنضع لك ولكن أي واد غير غينية بيسها خاص نلقى الصورة المرجعية في انتظار الصورة المرجعية ما تقول في كأس فريقيا في نظرك من بعد كأس فريقيا قادرين تأهلوا كأس العلام بهذا المستوى لكأس العلام وعلش الله ما فيبش أول شي اللي تنتسأل فيه لأنه ما نبغيش أي واحد من الجبور المغربي يدير في قدام بأنه هنس يميس المغرب حنا تنظر المغرب من الفريق الوطني تنظر من خلال معرفة دينا بالفريق الآن لي على ذا هذا من بعد ما تشجئنا الهدف نسينا بأن إANK لعبنا برازيل لعبنا معهم كنا كنا نتحدل وكنا يعني كان ممكن تكون نتيجة أفضل حدك الكلمة دي لبرازيل ستبقى دائما تتشعرك بأنك لعب مع فريق كبير حتى وليكونوا ضعاف نفس الشي بالنسبة للفريق الوطني ما خصى شي يمشي ولأس أنه بقى نتخيله بأنه هو واحد الفريق مصري يلعب واحدة مقابلة كبيرة صابيرا هواش نحن ستشدود للمقابلة لعبنا نحطوه بحلوم لا ما يمكنش طيب بالنسبة لكأس إفريقيا المدرب أعتقد في تعاقده مع الجامعة دير نصف النهاية الجمهور عياه من هاتش دير نصف النهاية وتقصف الدور الأول والثاني واش ممكن حلمه مرة أخرى بالكأس أو لا عاش من عرفه قدرانفسيه هو كل مرة نحلمه نحن بكأس إفريقيا ونقول لك تجربة دي المتواضعة قبيلة قلت لك بأنه بغير نمشه الكأس إفريقيا بيبني مشاكل معك من الأسف فيما تبشي أحد الكأس إفريقيا ولا بد أن تخرج لنا أحد المشكل التي يبقى مسيطرة وتعرفي لك أن لديك مشكلة في أي فارق تقول اللعب حال الله عندي فاش نتخبه ضروري لعب إلا شلع فرقة ما تتخلص شيء ولعبوا المقابلة ونقسم فلوس ما تخلصه لماذا نقول لنا بأننا خسنين يمشيون الفارق الوطني ما عنا خلاف لا مع الزياش ولا مع المزراوي ولا نمشيوا كاملين وفي هذه الحالة هذه سنتحسبوا كاملين كل شيء موجود مل سخور في شيء آخر سنقلب ونقلب وعوتي للحكام واللعلى المدرب واللعلى فأعطي ظهر لي هذا الشيء باش نقول بأنه أرى هذه المشكلة سنحلوها إلى أي لعب أو في أي فريق أعطي شيء شيء مشكل كأنك تتريحوش شوي على الأقل وما كانت المشكلة سنتظر كم الصغير اللي خاصة تكون باش يتحل هذه المشكلة الجامعة قصة تدير دورها ولا المدرب خسروا يراجع حساباته ولا ننسوا الموضوع كأنه ما واقعش لا ما تنظلش بأنه سننسوا الموضوع يبقى دايما نحضروا حتى المدرب غايدروا حنقيرا أنا ما أدخله شيء فالتفكير دياله ولكن المعرفة ديالي كيف تشمش الأمور المدرب مصلحته أنه إلي ما كين شيء الشاعير يكون زياش مزيان مصلحته 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 بالأنهاء وقضاب هذا الشيء اللي كين مزيان ما كنت تجي مشكلة ولكن أنت تكون مدرب وتديرها وتلقى حدك فرحة يطنيمار حدك ميسي تكون فرحان بدل ما غطت في شيء واحد تقولش ندخلوه ولا ما ندخلوش لا الله يخلي ذاك الله بعدك ولا هذا اللي حدي أعلوم المدرب سيبغي لاعبين وكيف مكل على الزياش عنده عنده المكانة دياله ويمكن نقول بأنه بقي تنتظروا منه كثير من الشيء اللي اللي يعطى يعني إحنا نرى الجمهورة يحس منه هو غير الجمهورة يعطى جمهورة يقارن لا كنت تقول لك زياش أوروبا مش هو زياش مع المتخب عليش كنا خلال بوصوفة بقي دك الصورة المرجعية مزاهل الزياش تيلعب وفق واحد الأسلوب مع آجاكس الآن مع تشينسي بحالي لا تقلبونه على زياش واحد أخر هو تيبغي يمشي بالكورة دابة التي تلقاها وحيد تكون في القبيل ما بأنك أنت تكون موزع وأنك أنت تتلقى الكورة لأن تلقى الواحد الوصفة لما يجي لهنا يا وأنا نقوله بالنسبة لجميع اللاعبين أي لائب محترف في الخارج وتيجي لهنا يا وما تيكونش في نفس العطاء دياله ودياله دياله تلقى المسؤولية المدرب أي أنك يجي تلقى له طريقة ما يلعب ما يلعب مرتاح معلوم تهيئ له الظروف ين تيلعب علاش لأنه حنا عنا هاد لعبة كل واحد تيلعب في واحد الفارق بواحد الأسلوب هنا غدي نجيبه 11 الأسلوب ونحطهم باش نلقى الأسلوب موحدة ليجمع هذا الحداش هذا وهذا الدور ديال المدرب هدك شيش عاليش يخدهم من مليون بزر طيب سيزادو قبل ما نعطيك واحد المقطع فيديو تعلق عليه بغيت في الختام تكلمنا عن المنتخب الأندية المغربية قدرات تفرض نفسها على المستوى القاري حتى الجهوي والعربي ولا ما زال عدنا العقدة دي الميصر ولا ما زال عدنا عقدة دي الدول أخرى أبدا شوف جميع المشاركة في السنة الأخيرة ديال الرجل وديال الويدو وديال بركان مقبولة يعني كيف ما كان حالي شي كل سنة قد نديو حنا يا كأس أي فرقيا لا تضيع أن الحضور ديالنا كين مسؤولية ديال الأندية هي أنه معك من الأسف أنا تنحمل المسؤولية لي حيث كين جايب المادي وهذا شيء ما تنضر عليها جانب جانب التقني الكورة ديالنا اللعب المغربي اللي تهماش في البطولة الوطنية غصو يكون شوية أكتر اسميها أكتر تنقلب على الكلمة يكون حرارة في الملعب المغربي ديالنا تتلعبوا بإيقاع باطئة ما زال تنوقفون مقابلة كتر من عشرات للمرات باش نشربوا الماء أنها تضايقوني أنا مقابلة ديال المغرب مع غينياء السيوائية لعبوا تسعين دقيقة ولا واحد شرب جغمى دلماء ما معنيفها مع غينياء مع غينياء السيوائية اللولة المبرى اللولنية ولا واحد شرب جغمى دلماء بمعنى أنه لعبتها خمسة واربعين دقيقة في خمسة واربعينها وقدرة لعبه هنا هناك الفرق علش حيث للعاب خصوه غير يرباح وخصوه غير نقطة ومدك نقطة لخاصاته ونضيعوا الوقت ونضيعوا الوقت وتانتشكوا علش المدرب ما تيأخذ شيء من البطولة المدرب ما تيشوف شيء الفرضيات تيشوف الإيقاع ديال المقابلة كيفاش خدناها كي لاعبين بسرعة كي لاعبين في البطولة حالي أن السحق يكونوا في المتخب بزاف دياللعاب ولكني ماشي بهذا الإيقاع اللي كين لا أبدا إذن سمعوا النصيحة من العنسي سعيز الضوء طلعوا الإيقاع ومسؤولية ماشي ديال واحد للعاب لأن الإيقاع خصوه يطلع الفرقة كاملة مسؤولية منظومة منظومة لأنه هذوك اللعابة التي يكونوا دير عندك شهدك عندهم واحد البيوت هنا تتعطيك عش حجريتي وش حي مشيتي إذن ما كين مني غيش دهال المدرب ديال الفريق الوطني ويشوف يقولك هذا إذن حبث نشوفوا مقطع فيديو من بعد الانتصار لغينيا لقد عرفتنا لأنه مقالة لقد عرفتنا مسؤولية أقوم بسأسفة م Julia عندهم لقد عرفتنا لقد عرفتنا لج场 لقد عرفتنا الجانسي لقد عرفتنا لقد عرفتنا وعرفتنا وعرفتنا لقد عرفتنا يحقق بعض الانتصار هلعرفتنا عن ماذا من العلمز ومع شخصياتي ومع شخصياتي ومع شخصياتي ومع شخصياتي ومع شخصياتي شخصياتي هذا المقطع عثار بزاف دير الجدال بأنه قارل ممكن السؤال الوقي وشي واحد قال وقيله وشي ما كليش نادم على شي حاجة وشي مدربه لا هي شوف كل واحدة تريد حقه الصحفي تيب كله يسأل كيف ما بغى والصحفي ما يبكله شي وكيف يبنلوا السؤال هو غادي حس غيقول ما عارس احنا ربحنا بربعة وهذا كل عابل اللي عوة تجدوا اهداف وكانوا مزيانين وما زلك يسوي خاصوا يجوب بطريقة يعني يخلي لو سموتين انا غا نجوب بوحة طريقة بلا ما شعر بأني اني تقلقت هو بغا يشعروا بأنهم ما كشدوا هذا السؤال ولكن الصحفي تيب كله يسأل ما كش نقول عن سموتين سؤالة دمع كل واحد حرسي جملة للتعليق التعليق الرياضي العربي بين التحميس والضجيج كتب تهزم السيساعت لا 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 التحميس والضجيج هذا نقاش طويل ومشترنا عن التعليق وهذا الشيء أنا معلق وما عرفشي واش عني الاجماع وماشي اجماع واش عندي خمسة وخمسين في مياه وقدام خمسة واربعين هذي 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 الجمهور والتي حدد للنها هذا كان نقاش عندنا حتى فلما كنا تمشيوا معا إلى الدول العربي هذي أطلقوا الاخوان دينام من الامارات ومن الكويت انضكوا عن التعليق قلت يقول الحمس قلت أني لا تحميس في مقابلة يعني رديئة قيد حقانيا الجمهور قلت يقول لي عشان تصغوت الحمس مع الرداء ما يجمعوش يعني بعد النبوات يمكن تسمع الحمس وسمع الغوات وتديره وتلقى بأن الطبيب هذا هو واحد لعاب يعني هذا هو اللي بعد النبوات يمكن تلقى مثلا المدرب للمعلق تعلق بواحد الحمس كبير والهدف وما تدريب تقول الله 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 تتبشي للملعب تتبشي للمهور وهذا هو الهدف الخامس وانتدري هذا شيء كامل الخامس طب يا روق الحمس والله يعني أنه تلقى الحمس حنوك تلقى في المغرب إلى حمسي وما يشرب مشكلة طيب نختم بصورة ويعلق على السي زادوق آه يالي فين هذه الصورة السي سائد شيء من ملاعب اللي كنت نخدم فيها ما في البلاد أم لا خارج البلاد هذه لا 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 في المغرب ملاعب يمكن يكون المحمدية يمكن يكون ملعب الفاتح صحيحة الله الآن ظروفة الشغل في كل الشغل الآن من أروع ما يكون لا علاقة بمكان لا علاقة كل شيء جيد الناس يمشون في الكيران في المحلمة والفاق الوطن دولة إفريقية وتدقى جديد ميلي بيس خمسة شئ يركبون هنا وربعة يركبون هنا ويمكن يخسر الكار ولكن السؤال لماذا ستبقى؟ دائما عندي هذه القضية أنه كيف يرى كل الناس في التليفزيون يرى على براء كان لدي واحد احترام الملعب والمعاكم منهار اللي كانت من طبعك بنتي ما بنتيش لابد من الكارفات تعطي الصورة تدلمؤسسة ديالك مقابلة في كرة القدم كأنني ستبقى إدارة عمومية نمشي بالكارفات ومشي بالدابة الآن أنا جيت عندك بالكارفات إلى عدود أنا بكي بالفرقة الأجيال حيث مالكرافات شكرا جزيلا انتظروا إن شاء الله الخير فيما ينتظر المنتخب من مباريات ومن مناسبات شكرا مرة أخرى ساعي بارك الله بك سيرهم شكرا للفريق التقني الذي رفقنا في هذه الحلقة شكرا المشاهدين انتلقوا الأسبوع المقبل حصة جديدة مع رمضاني وآخر الدعوانك في العادة الله يخذي نفس بغضنا والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة